اهتمام الرئيس بمسألة التطوع أو ثقافة التطوع شديد الوضوح هنا هيجي سؤالي الثاني طيب إلى أي مدى أصبح الشبان ولاد وبنات مصريين عندهم الثقافة دي والإقبال على ده؟ أنا شهدتي مجروحة جداً لأن أنا أصلاً متطوع من زمان أنا من وانا في الجامعة يعني أنا يمكن دلوقتي المديري التنفيذي للمؤسسة ولكن أنا وانا في تانية جامعة كنت متطوع في صنع الحياة بردو وكملت السايكل بتاعتي وعملت أنا مهندس عملت شفت كارير وبعد كده بقيت موجود في المؤسسة يمكن من خمس ست سنين لكن طول الوقت اللي فات ده أنا كنت شغال كمتطوع وأنا مقتنع تماماً ببساطة شديدة لو إحنا بنتكلم على ثقافة التطوع أهم حاجة أنت ما تجيبش متطوعين لازم يقف فيه موضوع تجيب عليهم المتطوعين ما ينفعش تجيب متطوعين كداتا أو ما ينفعش تجيب المتطوعين كتدريب لأ أنت اخلق الحالة اللي أنت عايز عليها الموضوع ودي المتطوعين للموضوع ده دربهم على الموضوع ده خليهم يتعلموا بالتجربة اعمل لهم فعاليات يشتغلوا عليها أنا ما بتكلم على محو الأمية اللي احنا اشتغلنا عليها وبتكلم على 130 ألف أمي في مؤسسة ما كانتش بالحجم دلوقتي زي دلوقتي وقدرت أنها تشتغل على 130 ألف أمي لأن احنا اتبعنا ترك أبواب بنجيب المتطوع بنجيب المستفيد بنجيب الفصل في الحال بنعمل أول حصة المتطوع وإحنا شغالين بندربوا على أول حصة دي اللي هو الحاجة اللي بتخدم الحكاية نفسها مش بنجيب المتطوع لمجرد أن احنا جبناه لأه ده احنا بنركز بشكل كبير جدا جدا أن المتطوع يجي على الموضوع ولو جي على الموضوع ولقى الموضوع هيصدقنا ويشتغل ليه الحاجات اللي بتحصل في حياة كريمة زي ما حضاك ذكرت وليه الناس مصدقة وليه الرئيس بيقدر جدا الموضوع ده لأن المتطوعين دول هما اللي اشتغلوا في حياة كريمة هما سواء في مؤسسات بتاعتنا أو في مؤسسة حياة كريمة أو في مؤسسة صنع الحياة أو كل الجمعيات اللي موجودة اللي شغالة في التحالف الوطني قد إيه إن الحاجات اللي هم بيعملوا هدية إحنا بنينا 1300 بيت منهم أسقف كان المتطوع بيطلع إحنا بنعتمد برضو فكرة اعمل حاجة بنفسك يعني غير المقاولين وغير الصناعة وغير وغير لا المتطوع كده لو راح في شغلانة وفضل يدأدأ كده على الخشب البسيط اللي هو بيتعمل وعمله ده بيحصل إيه بيحصل إنه هو في آخر اليوم التعب ده هو ده المطلوب وبالنسبة له حاسة بالإنجاز بالذات يعني أحلى نومة السقف بعد ما يخرص يعني حضرتك بعد ما تخلص السقف والدق ده ويبقى معاك حد مشرف يبقى واخد دايما إحنا الأمام بتاعنا السيفتي الخوزة الحاجات بتاعتنا خلصت النومة على السقف وجنبك الأسرة المصرية اللي هي اتعمل لها السقف ده أحلى نومة أنا نفسي جربتها أحلى نومة في الحياة فإحنا ثقافة التعب موجودة محتاجين بس إن إحنا نعمل مواضيع يعني أنا من خلال حضرتك يعني أنا يمكن كلية شرف إن أنا قلت كلمة أمام الرئيس في السنة اللي فاتت وبعد كده بقى فيه التحالف وبعد كده بقى الرئيس مهتم جداً وحضر بنفسه مؤتمر التحالف وكرم يمكن ناس يمكن أنا المثال اللي أنا كنت بذكره بتاع فيروسي كان معنا شاب اسمه باسل والده هو باسل الله يرحمه يعني الرئيس كرم والده في الإفنت بتاع التحالف الوطني وهو الشخص اللي كان مسؤول عن الحملة بتاعت اللي هي سواء التوعية إن انتوا روحوا يا جماعة عشان تتعالجوا أو اللي هو التست أو الرب التست اللي كان بيتعامل فإحنا في مساحة كبيرة جداً لثقافة التطوع لو خلقنا موضوع وليكن محو الأمية وليكن تنظيم الأسرة وليكن رفع الوعي وليكن أي الموضوع اللي تختاروا الدولة اللي احنا نشتغل عليه ويدهولنا وإحنا مسؤولين إن احنا نحققه وإحنا عملنا ده محو الأمية هنمحو الأمية تنظيم الأسرة هنعمل ده ونرفع الوعي من الدولة وفيه إرادة ونوعيتك وإحنا هنعمل الموضوع إن شاء الله